كيف نقضي الشعور بالتطرف وبعدم تقبل الغير سواء الغير ده مختلف على أساس ديني أو على أساس جنسي أو على أساس لون أو أساس طبقي أو أي نوع بس خاصة التطرف اللي بيبقى على أساس ديني أو على أساس جنسي نوعي بيبقى شديد شوية وإحنا كمصريين الحقيقة ما هواش طبعنا هذا التطرف وهذا التمييز لكن أحيانا فيه أوقات صعبة بيطفوا على السطح بعض هذه الاتجاهات اللي احنا في غير عنها والحقيقة ضد التنمية يعني ما فيش مجتمع يقدر ينمو والنسيج بتاعه ضد بعضه أو ما بيعترفش بأحقية كل فئة أو كل جماعة في المواطنة الكاملة ده بيجي نتيجة لمعتقادات خاطئة بيجي على أساس معلومات قادلة تكون سليمة وفي ناس عندها بعض الميل لهذا التمييز ضد غيرها المشروع ده أن احنا بنحقق ونأثر في تفكير الشباب والشباب هنا مهم مش بس لأنه تقريبا بيكون يعني أكتر من 40% من المجتمع لكن فترة شباب فترة مهمة جدا في تكوين الإنسان تكوين مفاهيمه وتكوين اتجاهاته وقيمه فإحنا عايزين بدل منظومة قيم تفرق بين جماعات المجتمع وبعضها تبقى في منظومة قيم تخلي مصر دي نسيج واحد طول عمرها كت نسيج واحد هم أولا بيتعلموا حاجات وبعدين هيبقى في حوافز لهم مش هيخدوا فلوس فاتهم لأ هيخدوا يعني إحنا نرسا ما فكرراش هيخدوا إيه لكن هيبقى في تنافس والكمان الفرق اللي فايزة هتبقى يعني ده هتحسب لها بعد كده وحتاخد نوع من الحافز المادي والأدبي في نفس الوقت طب هيشمل الجامعات تانية ولا جماعة القاهرة بس احنا بنتدين مع جامعة القاهرة ومع مزارة الشباب فإن شاء الله نرجو إن المشروع يستمر ويشمل محافظات أخرى طب شمال بتدتوك بجامعة القاهرة لأن حقول لك يمكن أحد العوامل إن الدكتور جابر نسار وهو رئيس الجامعة وراجل مثقف وهو ابتدى فعلا زي ما تقولي رحلة تنوير ده جزء من رحلة تنوير اللي هو عملها هو عملها بالأدب فإحنا بنضيف كمان وابتدى في الفن فإحنا بنساعد في الجزء الفني اللي هو ابتدى اشتركوا في القناة